وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمرة لم تقبل له صلاة أربعين صباحا قلت ماذا أجر وثواب الصلاة وإلا يجب عليه أن يسل يجب عليه أن يسقط الفر يجب على الإنسان الذي يعاقب الخمرة أن يسقط الفر حال صحوه ولا يجوز أن يسلي حال سكره أمر الثاني أنه لا أجر له في صلاته فيصلي أربعين يوما وجوبا يصلي طبعا يواضب على الصلوات لكن ليس له ثواب هذه الصلاة وليس له أجر هذه الصلاة